موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى سفارة السعودية في بيروت تنظم مؤتمرا في ذكرى توقيع الطائف أي حوار بغياب قوى أساسية الأزمات الاقتصادية ورفض تسليح الحروب ينفجران تظاهرات في أوروبا هل تعيد النخب الأطلسية حساباتها في الذكرى الثالثة والثلاثين لتوقيع اتفاق الطائف نظمت السفارة السعودية في لبنان لقاءا في قصر الأونسكو في بيروت برئاسة السفير السعودي وليد البخاري الذي حذر في كلمته من أي مساس بالطائف في إشارة إلى رفض الرياض للدعوة السويسرية للحوار اليوم نحن في أمس الحاجة إلى أن نجسد صيغة العيش المشترك بركائزه الأساسية التي عالجها انتفاق الطائف وخاصة في تحديد محورية نهائية الكيانة اللبناني والحفاظ على هوية لبنان وعروبته لذلك حرصت المملكة وتحرص وأيضا المجتمع الدولي اليوم يتمسك بمضمون اتفاق الطائف من منطلق الحفاظ على صيغة العيش المشترك والبديل لن يكون إلا مزيد من الذهاب إلى المجهول لا قدر الله من جهة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط اعترف بدور حكوماته بعد الطائف في عدم تنفيذ كل مخرجات الطائف علينا التطبيق الطائف تطبيق الطائف وبنود أخرى من الطائف وصولا إلى كما ورد في حرفية الوثيقة إلغاء الطائفية السياسية إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية كله مكتوب بالميثاق الطائف لكن شكلوا تلك اللجنة شكلوها خلصونا بصولا إلى أن نحدث التغيير النوعي والكمي على الطائف في لبنان لكن كل هذا الأمر لا معنى له اليوم إذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية والسلام عليكم لكن اللقاء لم يكن جامعا لكل الأطياف اللبنانية وقواها أمر لفت الانتباه إليه نائب رئيس مجلس النواب اللبنانية السابق لفرزلي كل الحكومات المتعاقبة لم تقم بالتنفيذ كما يجب آن الأوان لكي يصار إلى تطبيقه نصا وروحا ومن ثم الحكم عليه لا يمكن إصلاحات بغياب أحد وحزب الله هو شريحة أساسية في المكون السياسي اللبناني وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي وصف اتفاق الطائف بأنه ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو ثلاثين عاما وقال أن اللقاء يؤكد أن السعودية لم تترك لبنان وأن الحضور الكبيرة يشير إلى تثبيت مضامين الطائف مشاهدين حول هذا الموضوع معنا هنا في الستوديو الكاتب والمحل السياسي أستاذ نضال السباح حياك الله أستاذ نضال سعد الله مساك معي مباشرة من جبالي لبنان الكاتب في شؤون سياسية سدروني ألفا سدروني أسعد الله مساك كذلك حياك الله شكرا سعد الله مساك كون مساك المشاهدين وضيفك الكريم حياك الله سعد نضال سأبدأ معك باعتبارك كنت من الحضور وحضرت اليوم في الأونسكو ما هي خلفيات انعقاد هذا المؤتمر أو المنتدى إذا قلنا الطائف العنوان المباشر لكن تمت دائما في لبنان خلفيات للمسألة التأكيد على الطائف الآن بعد 33 عام ما هو الخلفيات ما هي الخلفيات السياسية له بداية مساء الخير لألك ولضيفك وللمشاهدين يعني أنا أولا حسب المعلومات الجانب السعودي منذ أكثر من شهرين لديه معلومات دقيقة عن بعض الأطراف الدولية وربما بعض الأطراف اللبنانية التي تدفع باتجاه الذهاب نحو عقد اجتماعي جديد هلأ اللقاءات الأخيرة التي جمعت السعوديين والفرنسيين كان الجانب السعودي يركز خاصة على انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية طبعا جاءت الدعوة السويسرية قبل حوالي الأسبوعين حتى يعني تؤكد المخاوف السعودية أن هناك حقيقة من يسعى إلى هذا العقد الاجتماعي الجديد السفير وليد البخاري خلال اجتماعه الأخير قبل شهرين مع بيرنار إيميه سألوا بشكل واضح هل لدى الحكومة الفرنسية اتجاه للذهاب نحو العقد الاجتماعي الجديد فقال له مطلقا قال له أجاب السفير هل أعتبر هذا الجواب بمثابة جواب رسمي سوف أنقله إلى خادم الحرمين الشريفين قال له نعم وأكثر من ذلك أنا أتحدث بهذا الكلام أمام المخابرات الفرنسية وأمام وزارة الخارجية الفرنسية أكثر من ذلك قال بيرنار إيميه أنه في حال أن الجانب السعودي سمع أحد الصحفيين الفرنسيين أو أحد أعضاء مجلس النواب أو الأحزاب الفرنسية يتحدث به العقد الاجتماعي الجديد فهذا الموقف لا يعبر مطلقا عن موقف الحكومة الفرنسية والجانب الفرنسي ملتزم باتفاق الطائف وهذا ما تم التعبير عنه من خلال البيان المشترك السلاسي الفرنسي السعودي الأمام إذن ليست فرنسا من ضمن القوى الدولية التي تسعى إلى عقد اجتماعي جديد في لبنان ليست فرنسا ولكن بحكم المؤكد يعني الدعوة هي ليست أيضا من السفارة السويسرية هي من المركز الحوار الإنساني المرتبط بالسفارة السويسرية طبعا هذا المركز هو مركز مشبوه لعب دورا سيئا في ليبيا هذا المركز لعب دورا أساسيا بتثبيت تنظيم الإخوان المسلمين وتعاون مع الأمم المتحدة لفرض تنظيم الإخوان المسلمين على رأس السلطة السياسية في ليبيا أيضا هناك بعض الأطراف مثلا مثل نير روزن على سبيل المثال وهو شخص إسرائيلي وهو داخل وناشط أساسي في هذا المركز وبالتالي أنا أعتقد أنه مع بعض الحديث اللبناني يعني الوزير جبران باسيل بصراحة منذ ستة سنوات وهو يتحدث عن العقد الاجتماعي الجديد طيب السعودية المؤتمنة على اتفاق الطائف خاصة أن هناك قرارات دولية هناك قرار من مجلس الأمن هناك قرار من الأمم المتحدة هناك قرار من الجامعة العربية يكلف السعودية برعاية هذا الاتفاق والإشراف على تصريحه مطلب العقد الاجتماعي ليس مطلب جبران باسيل كان مطلب الشارع لبناني بعد 17-20 يعني أنا لم أسمع سمعنا نخب لبناني على وسائل الإعلام سمعنا بعض من قالوا أنهم يمثلون الشارع إلى آخر يتحدثون أننا بحاجة لعقد اجتماعي جديد بحاجة إلى تصليح النظام السياسي بحاجة لتغيير المنظومة السياسية إلى آخر يعني المطلب لا يرتبط بالمركز الذي أشرت فيه أنا بعتقاضي شخصي أولا أنه يقف خلف هذا المشروع الوزير جبران باسيل يعني بعض الأطراف ربما لم تتحمل توزيع السلطة الذي قام به الجانب السعودي في عام 89-90 من خلال الطائف أنا بعتقاضي أن الجانب السعودي يعني ابتكر أمرا هاما جدا وزكيا عمليا لا تستطيع اليوم بظل القوى المتناحرة داخل لبنان أن تحصر كل السلطة عند طائفة معينة بالتالي هو عمليا صحيح أنه سلب جزء من الصلاحيات من رئيس الجمهورية ولكن لم يعطيها للسنة ولم يعطيها للشيعة ولم يعطيها للدروس بل وزع الصلاحيات على مجلس الوزراء مجتمعا القلق السعودي والخوف أين؟ حين عمليا يعني تعمل الأطراف السياسية أولا على إفشال انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية ثم يعمل الوزير جبران بيسيل أيضا على عدم تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة من الحكومة بالتالي أنت دخلت في الفراغ الرئاسي ودخلت في الفراغ الحكومي وهذا ربما يدخلنا إلى فوضة دستورية تحدث عنها الوزير جبران بيسيل وإلى فوضة أمية ربما تصل إلى العقد الاجتماعي الجديد أستاذ نضال أول مرة سمعنا في عن عقد اجتماعي جديد تذكر متى؟ متى؟ عندما جاء ماكرون إلى لبناء بعد الفجأة المرفأة الفرنسيين تنصلوا الآن من هذا الموضوع وهذا موقف جيد والسفير وليد بخاري أخذ جوابا فرنسيا واضحا بأن الجانب الفرنسي لن يذهب إلى العقد الاجتماعي الجديد وهذا أمر جيد يبنى عليه سادروني ألف أسعد الله بساك مرة أخرى وإذا نسمع رأيك بالمنتدى الذي عقد وإذا كان فعلا ثبت الحضور السعودي إن كان هناك ثمة من يريد تجاوز سعودية من قوة محلية أو إقليمية وهل تعتبر ما شاهدناه اليوم في بيروت قد نجح في إيصال الرسائل التي نتحدث عنها؟ شكرا أستاذ كمان هيا أكبر رح أرد شوي على أستاذ ندال لأنه في تحفظات كثيرة على بعض النقاط يلي أوردها مع الاحترام الكبير لرأيه إنما قبل ما نبلش نفند الكلام اللي نتفضل فيه قلانا نحكي شوي عن المنتدى لما شفت هالجمهرة من السياسيين موجودين اعتبرت أنه هذا المنتدى آطع ثلاث مكونات ميثقية هي بصنب صناعة اتفاق الطائف السنة عبر استبعاد الزعيم السني الأكبر في لبنان اللي هو سعد الحريري ما بدي راجع كل التاريخ الإقصائي اللي يعني صار معه بالثلاث أربعة سنين الماضيين تم أيضا استبعاد فصيل الشيعي الأساسي تم شيطنته ومش بس من دعا تم شيطنته وتم يعني تلفيق تهم حاول أنه بده يعمل عقد اجتماعي ويروح على المتالة ويروح على المرابعة والأهم أيضا أنه استبعد مكون مسيحي أساسي يتمثل بطيار الوطن الحر وكتلة وازنة عند المسيحيين وبالتالي بيكون هالمنتدى عم بيقاطع حوالة 80% أو 75% من الشعب اللبناني ومن نتائج الانتخابات النيابية اليوم اللي عم بيصير بهذا المنتدى هو مثل ما شفته أنا تشكيل تكتل طبعا بتشجيع وتحفيز وتنظيم ونوع من وصاية إدارية وسياسية سعودية على كتلة نيابية موجودة بهذا المجلس ومن خلالها على قوى سياسية أخرى حتى يعملوا نوات لوبي إعلامة داخلة إقليمة يطمح إلى أن يكون له كلمة وازنة برئاسة الجمهورية كاستحقاق برئاسة الحكومة ومثل ما شفت بصراحة هذا المنتدى قلت أنا بسميه يمكن منتدى أرنت شهوان فرع اليونسكو هيك شفتوا لهذا المنتدى لا أكثر ولا أقل يعني نفهم من كلامك أستاذ روني أنه لفئة معينة يعني لجهة سياسية معينة خاصة أستاذ كمال إذا بتسمح ما في حدا من القوى السياسية مثل ما تفضلوا قال أستاذ ندار بلبنان صرح أنه بدلوا يتجاوز الطائف أو بدلوا يغير النظام بلبنان أو بدلوا يعمل عقد اجتماعي جديد لا جبران بسيل ولا غيره نحن قدام منتدى تم بنائه على نواية أو على افتراض نواية مش على وقائع سياسية بالتالي هذا بينزع عنه صفة اللي أصبغت عليه لاستقطاب المدعوين على أسر اليونسكو اليوم طيب تسمح لي فضل فضل النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة الطائف والأستاذ بيعرف الطائف تم ارتضوا اللبنانيين من بعد حرب مدمرة دائمة 15 سنة من 75 للتسعين وهذا اتفاق سياسي وتحول فيما بعد إلى دستور مع الوقت مظهرت فيه ثغرات وتعرف الدستير منا منزلة ومع الوقت بتبين أد ما كانت عريقة هالدستير ومهمة ومدروسة بتبين على ثغرات وبالتالي هذا ما بيخذنا لا على المتالة ولا على المرابعة ولا على المخامسة مثل ما يمكن البعض من دعاية المنتظة كنا عم نسمعهم عم يحكوا وهذه منا في الزيعة نخوف فيها اللبنانيين اللبنانيين يخافوا من بعضهم وبالتالي هيدا الادعاء أنا برأيي بيعني بكل بساطة إذا استمر منكون بدل من نصول الطائف منكون عم نلعب ونتسلى بالسلم الأهلي يلي الطائف جوع الكرميل تمام طيب قبل ما نسمع رأيي الأستاذ نضال كذلك وإذا نتحدث عن هذا المؤتمر وعن مؤتمر الطائف مشاهدين قبل ثلاثة وثلاثين عاما انعقد مؤتمر الطائف على وقع شغور في سدة الرئاسة يوم ذاك وللمصادفة فإن أحياء ذكراه اليوم يأتي أيضا في خضم الشغور عينه تجدر الإشارة إلى أن لقاء ذكرا الطائف اليوم يعقد على بعد أيام من جلسة خامسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية من دون ظهور أي بوادر تفاهم أو اتفاق حتى الآن على أمكانية التوصل لتفاهم يفضي إلى انتخاب لرئيس للبنان ولكن لماذا غاب الطيف اللبناني بتنوع عن لقاء الأونسكو في ذكرا الطائف ولماذا فشلت الرياض في تقديم صورة لبنانية وطنية جامعة له على كما حصل قبل ثلاثة وثلاثين عاما ففي الصورة كان واضحا غياب قوى وشخصيات أساسية في لبنان وهو لقاء صورته بدت مجتزأة ولم تكن مكتملة أهدافه التي انعقد من أجلها لنرى الأستاذ نضال إذا كان موافق على ذلك موافق أستاذ نضال أكيد لا أولا لأن كان في حضور أولا سنة جامع على رأسه الرئيس نجيب ميقاطي ومفتي داريان هذا وحد ثانيا كان هناك حضور للنواب السنة الذين شاركوا بالطائف عام 1989 على رأسهم كان طلال مرعبي الذي كان بلجنة صياغة الدستور عن السنة أضن بطرس حرب أيضا عن القوات اللبنانية كان حضور التيار الوطني أيضا كان حاضرا تيار المردة أيضا كان حاضرا تيار الكرامي فيصل الكرامي حركة أمل عفوا عن الرئيس برري عن الرئيس برري كان يعني يبدو أنه أوفد كريم كبارة كممثل له يعني بشخص الرئيس برري عمليا كان مشاركا ولكن يبدو أن حركة أمل ربما تضامنت مع حسب الله وبالتالي لم تشارك طيب ملاحظات الأستاذة روني التي ذكرها موضوع سعد الحريري يعني رفيق الحريري كان من المؤسسين الفاعلين فيها الطائف لم يحضر أي شخصية من عائلة شقيق الرئيس رفيق الحريري كان حاضرا هذا أولا التيار الوطني الحر الذي يملك أكبر كتلة نيابية في البرب كان حاضرا كان حاضرا أرسلوا موفدين اليوم طيب سوريا أيضا جرى التهجم عليها في رغم أنه سوريا هي الجناح الآخر للطائف السعودية والسوريا السعودية الاتفاق السياسي وسوريا التطبيق العملي اليوم جرى التهجم على سوريا في المؤتمر وعدم الاعتراف أو حتى ذكر دورها في اتفاق الطائف يعني بمعنى أنه فيه كان فيه مثالب كثيرة أستاذ النضاء لا يمكن يعني نحن أولا يعني يعقد هذا المؤتمر علينا أن لا ننسى مرحلة الاشتباك خلال الربيع العربي يعني صار فيه اشتباك سوري سعودي يعني كان واضحا الجانب السعودي دعم لفترة طويلة المعارضة السورية ثم بعد وصول أمير محمد وبرعاية روسية بدأت اتصالات ما بين الجانب السوري والجانب السعودي ولكن حتى هذه اللحظة هذه الاتصالات ما زالت ضمن الإطار الأمني يهم الجانب السعودي بعض عناصر القاعدة الذين ينشطون في سوريا بعض منهم خليجيين عفوا بالتالي هناك تعاون أمني ولكن على المستوى السياسي حتى هذه اللحظة لم أرى أن هناك تعاون أمني وربما هذا سبب الغياب السوري عن المؤتمر الذي حدث اليوم ولكن أيضا هناك إشارات سعودية زيارة السفير وليد البخاري إلى جبل محسن يعني قبل حوالي شهرين زار جبل محسن كانت هذه زيارة مهمة جدا أيضا قام السفير وليد البخاري بدعوة شيخ عصفور وهو شيخ الطائفة العلوية إلى دار السفارة السعودية هذا تحول كبير بالأداء السعودي في لبنان والتعاطي مع كل المكونات السؤال هنا سيد نيضال أنه المنتدى والسفير البخاري تحدث عن أن المنتدى من أجل تثبيت العيش المشترك السلم الأهلي في لبنان والطائف لعب ذلك لكن يعني فيه يعني ذكر سيد روني ألفة موضوع سبعين بالمئة تقريبا ممثلين الشعب اللبناني متل مي؟ طيب ثلث الشعب اللبناني خلينا نقول متل مي؟ متل مي؟ شيعة في لبنان يعني هو عمليا أي؟ يعني هو يمكن حزب الله أولا فيه مشكلة يعني منذ بداية الربيع العربي عمليا أنا بتأديري أولا حينما تم توقيع اتفاق الطائف سعود الفيصل رحمة الله عليه تحدث مع الرئيس حافظ الأسد بموضوع سحب سلاح الميليشيات في تلك الفترة الرئيس حافظ الأسد رحمة الله عليه يعني وافق على سحب كل الميليشيات ما عدا حزب الله على اعتبار أن هذا السلاح هو يعني دي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحدث الرئيس الأسد في حيني أنه بعد تحرير جنوب لبنان يتم سحب السلاح ولكن في عام الألفان بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد عمليا الضمانة التي قدمت للجانب السعودي عمليا ذهبت توفى الرئيس الأسد في الألفان وخمسة حدث اختيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري استمرت حتى برغم من هذا التوتر استمرت اللقاءات والاتصالات ما بين الجانب السعودي وما بين حزب الله لحين الألفان وعشرة أنا باعتقادي أنه انقراض حزب الله إلى جانب تنظيم الأخوان بإسقاط الأنظمة يعني صار في تعاون ربما في مصر في ليبيا في البحرين بالمنطقة الشرقية باليمن أنا باعتقادي كل هذه العوامل دفعت إلى قطع الاتصالات ما بين الجانب السعودي وحزب الله وأنا باعتقادي أنه يعني السعوديين من الصعب عليهم عمليا تم توجيه دعوة لحزب الله في ظل الانخراط في اليمن أنا باعتقادي أنه في حال حزب الله أقدم على خطوات جريئة بالانكفاء عن اليمن والانكفاء عن الساحات ربما تكون مقدمة لهذا الحوامل طيب أنت أتحدث عن الحاضر كذلك أبدال سيدروني هل ما شاهدناه اليوم في الأونسكو فيه بوادر أو فيه صورة أو مؤشرات على موقف المملكة السعودية من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ بالطبع أنا أشرت في مداخلتي أنه هذا التجمع السياسي الهدف منه أنه تتحضر السعودية وتكون مدعومة بكتال سياسية موالية لألا ليكون فيه إلى كلام بمواصفات رئيس الجمهورية وبشخص أي بتسمية رئيس الجمهورية وبالتالي بتسمية رئيس الحكومة بالعودة طبعا إلى اللي تفضل فيه ضيفك الكريم حول اتفاق الطائف والصلاحيات ما رح فوت فيه كتير هلأ لأنه طبعا هو اختزل الصلاحيات شيلة من رئيس الجمهورية حتى بمجلس وزراء مجتمع عن الطائف إنما اختزل بوقت رئيس الحكومة وكان فيه مطالبات جدية أنه ينعمل نظام داخلي لمجلس وزراء سنة 30 سنة بنحكي فيه ومن عمل إضافة إلى صغرات الطويلة العريضة الموجودة باتفاق الطائف بس تأرجع على الدور السعودي السعودي يريد أن يدخل إلى الساحة اللبنانية من دون أن يقدم أي تنازلات وأنا خلافا للي تفضل فيه الأستاذ نيضال أنا بعتقد أنه لما المملكة السعودية تقدم تنازلات في اليمن وتنهي هذه الحرب العبثية إدرى ساعتها تفوت كجسم إقليمي طبيعي عندها مصالحها مع شريحة واسعة من اللبنانيين ومش مطلوب من اليمنيين أنه يعد متنازلات قضية اليمن هي قضية إنسانية من قضية حزب الله ومن قضية إيران ومن قضية سوريا هذه قضية حكي فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والبيئة المتحدة الأمريكية ما بيجوز أن نزغرها على مستوى صراع أن المملكة العربية السعودية عندها خلاف حول اليمن مع حزب الله حزب الله ما عنده خلاف مع المملكة العربية السعودية عندما تنهي هذه الحرب العبثية وبالتالي مسؤولية التحالف اللي عمل هذا الحرب صارت معروفة إن كان بمجلس الأمن أو الممتحدة أو حتى على لسان الرئيس الرئاسة أستاذ روني سليمان فرنجية اليوم حضوره إلى هذا المنتدى أعطى أكثر من إشارة وأكثر من رسالة وأكثر من تفسير سليمان فرنجية طبعا لديه حساباته السياسية ويلعب ضمن التوازنات الموجودة بالبلد إنما لا يمكن أن ننزع عن سليمان فرنجية صفة الوطنية صفة العروبة صفة الداعم إلى المقاومة في لبنان وحضوره يعني أنه تهذيبا حمل حاله إجهل أنه توجهت له هذه الدعوة وبالنسبة له قد يكون أنه اتفاق الطائف هو الميزاني اللي بده يحكم المرحلة السياسية المقبلة أنا ما لازم نحمل حضور سليمان فرنجية أكثر من ما لازم بس لازم نتطلع أكثر وأكثر وبشكل كتير جدي على غياب الطيار الوطني الحر أنا بدي خلافاً للتفضل فيه أستاذ نيدال لما الطيار الوطن الحر بيسمي شخصية يعني من رفاعة المستوى مثل ما عمل الرئيس بري هيدا رسالة كمان للمملكة أنه يمكن نحن بعد ما قطعنا شعرة معاوية نحن وياكم إنما هيدا رسالة واضحة أنه نحن بعدنا موجودين بالحلف يلي بيجمعنا مع حلفائنا السياسيين في لبنان وننتظر اللي عم تعمله نقطة أخيرة بس إذا بتسمع حول قضية سويسرا كمان حكي عنا أستاذ نيدال مضبوط هذا معهد ما نتابع للحكومة إنما هذا معهد يعني أول شي مهمته ودوره إنه يعمل لقاء ما بين المتخاصمين بكل العالم مع الخمير الحمر مع الهنود الحمر بيعمل حوار إنه قصة إنه نعطي مثل إنه الإخوان المسلمين لشيطنة هذا المعهد ما نبي محل أبدا طالما إنه أيضا نسق مع السفارة ولما بنسق مع السفارة بيكون بطريقة مباشرة عم بنسق مع الحكومة إضافة إنه سويسرا عملت موقع في كثير وقت لكن أستاذ روني لابد من الدستور وعمل حوار بين الأفريقاء السفارة البعض فسر هذه المسألة مسألة السفارة والسفارة وإلى آخره بأنها بأنها ضمن إطار المناكفة بين إدارة بايدن والمملكة السعودية لأنه عادة السفارة السعودية يعني والسويسرية عفوا السويسرية تمثل مصالح الولايات المتحدة في عدد من الدول التي لا يوجد تمثيل الولايات المتحدة فيها يعني عندما تكون وكيل السفارة وبالتالي فعلا هل فعلا هي نوع من المناكفة بين السعودية والولايات المتحدة على خلفية التباين بين إدارة بايدن والسعودية بالطبع بالطبع اليوم العلاقة السعودية الأمريكية علاقة متوترة حضرتك تعرف وضيفك الكريم بيعرف أن الرئيس بايدن مش من زمان حب أنه يزيد منسوب الأخلاقية على السياسة الخارجية الأمريكية وعم بفكر يدرج المملكة ضمن الدول المنبوذة مشاناك إجت أوبك بلس تاني نهار أو بعد 48 ساعة وعملت ردة الفعل أكيد اليوم في علاقة متوترة بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية إن كان على مسألة اليمن أو على مسائل تتعلق بإدارة الطاقة في العالم موقف المملكة العربية السعودية من المعركة الروسية بأوكرانيا وبالتالي هذا أكيد سينسحد على الملفات الإقليمية التعلقة إن كان بإيران أو بسوريا أو بلبنان أو بفلسطين طيب ساد نضال مختلف معك في كل شيء تقريبا لساد روني ألفا لكن موضوع الرئاسة في حليفين للمملكة العربية أو حلفاء للمملكة العربية السعودية في لبنان سموا ميشيل معوض أليس كذلك؟ جملات وجعجع عندما يأتي سليمان فرنجية إلى المنتدى ويخطف الأضواء من خلال هذا الحضور ويكون في الصفوف الأولى بينما مرشح المملكة للرئاسة في الصف الرابع أو الخامس أو الآخرين ميشيل معوض ألا تعتبر هذه رسالة سياسية؟ يعني أنا لا أعتقد أنا أولا يعني ميشيل معوض يعني أولا كان هو مع النواب بالتالي يبدو أن هناك معايير للبروتوكول وضعت يعني النواب كانوا على الصف الرابع والصف الثالث وبالتالي هي ليست إشارة سياسية لها علاقة بأنه السعودية تراجعت عن هذا الترشيح أو لم تتراجع أنا بعتقد الشخصي أنه السعوديين من خلال هذا الانتخابات يقولون إن كان حسب الله وحلفائه لديهم قوة الفرض فإن السعودية وحلفائها لديهم قوة الرافط وبالتالي عمليا من خلال النتائج يعني لما بيخد مثلا ميشيل معوض 42-43 السعودية عمليا بحكم المرتاحة لديها أكثر من المعطل هذا واحد اتنين بالنسبة لدعوة إسليمان فرنجية أولا علينا أن لا ننسى أن هناك علاقة تاريخية تجمع يعني شهيد توني فرنجية رحمة الله عليه مع الملك سلمان بن عبد العزيز أنا بحب يعني أحكي قصة هيك طريفة سريعة أنه في أحدى الزيارات الملك سلمان بن عبد العزيز وكان أميرا في ذلك الوقت كان يعني كان نايم بأسر الرئيسة فرنجية بأهدن ويبدو أنه فاء بكير وكان عم يدخن ويشرب قهوة فأجت أحدى السيدات وأسمها فرنسا فبتقل له للملك سلمان مين حضرتك فبيقول له أنا سلمان أطلو سلمان شو؟ قال له أنا سلمان فرنجية أطلو با في سلمان فرنجية في سليمان فرنجية قال لا لا أنا سلمان ولكن أنا مقيم بالخارج أنا مخترب أنت ما بتعرفيني فبيطلع الرئيس سلمان فرنجية بقال له يا فرنسا هيدا سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز فأنا حابب أحكي عن هذه القصة بتبين أولا حجم العلاقة التاريخية يعني كان ينام عندهم بالبيت يعني في الرياض يعني يعرفون اسم سليمان فرنجية جيدا الاسم له رنين داخل الرياض ولكن هو يعني هني بيعرفوا سليمان فرنجية الجد بيعرفوا الشاهيد توني فرنجية ولكن سليمان فرنجية الحفيد حتى هاللحظة أنا برأيي هم ما بيعرفوه وهذا يعني أنا باعتقادي بيستدعي من الوزير سليمان فرنجية خطوات يعني مهمة وجريئة باتجاه المملكة العربية السعودية وبالتالي أنا بأعتقد أنه يعني اليوم حضوره كان حدث مهم جدا وأنا بأعتقد أيضا أنه السعودية حاولت أن تجمع الكل اللبناني خاصة أولئك الذين يؤمنين بالطائف ما ننسى أيضا أنه الرئيس سليمان فرنجية عام 78-77 أطلق الوثيقة الدستورية الوثيقة الدستورية من يراجع الوثيقة الدستورية يجد عمليا أنها الطائف يعني عمليا الأب الحقيقي لاتفاق الطائف هو الرئيس سليمان فرنجية طيب بعد ذلك أستاذ روني ألفا بعد هذا المنتدى الذي شاهدناه هل ما هي الخطوة هذا المنتدى سيكون له تبعات حلقات تدرج أم أننا أمام أمام ظاهرة رسالة سياسية مشهد يعني يثبت حضور المملكة في لبنان أم لا في سيناريو في شيء سيحصل لا أكيد أكيد أستاذ كمال ما أنه حدث يتيم بيخلص بكرة أو بكرة بيتغطى يوم ماين ثلاثة وبيخلص منتديات بهذا الحجم فيها هذا الكم من الشخصيات وكان فيها جهد كبير على مستوى التنظيمي بدأت تروح على فاعليات أو على برنامج أو على خطة عمل إن كان بالسياسة أو إن كان بالإعلام أو إن كان بالاقتصاد الأيام المقبلة أو المرحلة المقبلة رح تكشف لنا وين بدأت تروح بأي اتجاه أنا قلت بالحديثة أنه رح تروح أولا باتجاه يعني محاولة يعني اقتراح أو فرض رئيس جمهورية بلبنان بمواصفات محددة وهون رح نكون بمأزق وبمشكلة إذا كانت هذه المواصفات وهذه الشخصية يعني تتضارب وتتصارع وبتشكل تحدي مثل ما كنا عم نسمع مثلا من كتلة القوات اللبنانية من كم يوم إنه بدنا مرشح تحدي وبدنا مرشح إلى آخره وبالتالي كمان رح يكون فيه إلا كلمة بقصة تعيين رئيس الحكومة لأنه متل ما بلشنا نسمع هلأ إنه هذا المنتدى رايح على حل باكتش ديل متكامل موجود فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفرد باكتش مع بعض التعديلات اللي بدون يحطوها باتفاق الطائف أو بالأحرى بعض ما لم يطبق باتفاق الطائف مثل الهيئة الوطنية للغاء الطائفية مثل المركزية الإدارية إنما ما باعتقد المنتدى رايح لحتى يعزز بعض الصلاحيات المفؤودة عند الرئيس مثل قصة المهل يلي هي منى لرئيس الجمهورية بقدر ما هي لحسن سير مؤسسات الدولة وهيضا نقطة كمان أساسية باعتقد لازم المنتدى يخذها بعان الاعتبار بحواره إذا عمل حوار حقيقي مع بقية الفرقاء السياسيين سيد روني ألفة الكاتف الشيون السياسية من جبل لبنان أنا أشكرك جزيلا أشكر كذلك كل الشكر لك سيد دال السبع كاتب المحل السياسي أشكر حضورك هنا فيها للسدن شاهدين أفاصل بعدها مباشرة نتحدث عن أوروبا التي تعوم فيها التظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي وصلت فيها المطالب أيضا إلى وقف الحرب في أوكرانيا فاصل ونعود موسيقى مجددا حياكم الله أوروبا باتت تعيش على وقع التظاهرات لكن شعارات الاحتجاجات تتجاوز الملف الاجتماعي والمعيشي إلى رفض تسليح أوكرانيا ورفض تسعير الحرب مع روسيا التي يعتبرون أنها قلبت حياتهم رأسا على عقب وباتت تكاليفها باهضة المشهد في إيطاليا كان لافتا المتظاهرون أعلنوا رفضهم تسليح أوكرانيا حيث احتشدت الأحزاب المعارضة في روما تحت عنوان ضد الحرب وضد إرسال السلاح إلى أوكرانيا الذي يطيل أمد الحرب عواصم أوروبية تشهد احتجاجات في الأون الأخيرة بسبب ترد الأوضاع المعيشية على خلفية الحرب في أوكرانيا حيث خارجت تظاهرات في ألمانيا وفرنسا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وكان المشهد في بريطانيا لافتا حيث أعلن المتظاهرون غضبهم من سوء دارة الدولة وطالبوا باستقالة حكومة المحافظين كما دعوا إلى انتخابات مبكرة واحتجوا على تردي الأوضاع الاقتصادية خلال تظاهرة حاشدة في لندن حول هذا الموضوع مشاهدين معنا باريس الخبير في الجغرافية السياسية باكاديمية العلوم السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني دكتور عماد أسعد الله مساءك هل ارتفعت أو تطور خطاب الاحتجاج في أوروبا من الاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية وموضوع الطاقة وإلى آخره بسبب الحرب في أوكرانيا هل تطور الخطاب إلى رفض الحرب نفسها ورفض التسليح أوكرانيا نفسها واعتبار ذلك هو الذي يؤثر في حياة الناس تحية لك وإلى كل المشاهدين حقيقة هناك تصاعد في الاحتجاجات والمظاهرات في أكبر المدن الأوروبية ولأبسط الأشياء لأبسط الأشياء يعني هناك مظاهرات من أجل يعني الاحتجاج ضد يعني التضخم من أجل مطالبة رفع الأجور من أجل قضية يعني غلاء الطاقة ولكن يعني تقريبا يعني من خلال التظاهرات والمظاهرات والتجمعات تبقى دائما المسألة الأهم هي التدخل الغربي والتكلفة العالية جدا في الحرب الروسية الأوكرانية نعم هناك أصوات الآن بدأت تخرج عن طريق المسؤولين النقبيين عن طريق بعض المسؤولين السياسيين عن طريق بعض المثقفين والنقبة السياسية نعم بدأت الألسن يعني تنطلق لنقد الموقف الأوروبي الذي لم يكن إيجابيا على الأقل لإيجاد الحل السياسي مع الجانب الروسي طيب الدكتور عمان إذا كان ذلك فعلا ما يحدث و عفوا وهناك بات لدى الجمهور الأوروبي ولدى الشعوب الأوروبية قناعة بأن هذه الحرب أو بدأت تتشكل هذه القناعة بأن هذه الحرب في أوكرانيا تسليح أوكرانيا الاستمرار في مواجهة روسيا والإصرار على كسرها استراتيجيا كما قال بايدن كل هذا يؤثر في حياتهم هل تعتقد أن هذا سوف يغير من أو يجعل صناع القرار في أوروبا يعيدون حسابات امتجاه مواقفهم من الحرب؟ نحن نشاهد من خلال تصريحات الخارجية الفرنسية مثلا تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون يعني تبطن بأن فرنسا لا موقف مخالف للولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على التفاوض مع الجانب الروسي يعني كيف نصل إلى التفاوض السياسي مع الجانب الروسي أيضا نلاحظ المستشار الألماني رغم أن ألمانيا يعني أكثر حدة في هذا الملف وأكثر يعني موقفا حليفا للولايات المتحدة الأمريكية ورغم ذلك فإن الشارع الألماني السياسي والمستشار الألماني يحاول من خلال يعني العديد من التصريحات السياسية بأن يقول بأننا نحن لا نريد الحرب نريد التفاوض السياسي ولكن نريد لروسيا أن تعترف بحقوق أوروبا الأمنية وحقوق الحكومة الأوكرانية فبالتالي نحن في مأزق سياسي نرى أن نشهده داخل مجلس النواب الفرنسي مثلا المعطيات التي تأتي من بريطانيا المعطيات التي تأتي من إيطاليا كله الآن في أزمة حقيقية يعني تتحول الأزمة المعيشية إلى أزمة سياسية خانقة والتطورات التي نشهدها في صعود اليمين المتطرف ولكن أيضا في صعود اليسار المتطرف نحن الآن في أزمة سياسية حقيقية ربما سنشهد مواجهات عنيفة خلال أسابيع في الساحات الأوروبية وهذا غير يعني مستبعد لأن الحقيقة المعيشية بدأت تظهر قضية الطاقة بدأ يشعر بها الفرنسي والألماني والبريطاني والإيطالي الغلاء التنخم الموقف الروسي التصعيدي أيضا الموقف الأوكراني فبالتالي يعني كل هذه الموقف لا تخدم المصلحة الأوروبية هل هذه الأصوات وهذه الأزمة دكتور هل تعتقد بأن سيكون لها تأثيرات بنيوية على أوروبا يعني قد نصل لبحث مستقبل الاتحاد الأوروبي أو أن كل دولة أوروبية ستبحث خياراتها بشكل منفرد عن المجموعة الأوروبية الأخرى أو حتى تغير في بنيت النظام نفسه بناء على احتجاجات الشارع وعدم رضا على الحكومات وسياساتها وإلى آخره هل فعلا أمام تحولات بنيوية في أوروبا حيث ما نشهده من خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والموقف التصعيدي الأمريكي والموقف التصعيدي البريطاني نلاحظ أن هناك استراتيجية أمريكية لطوريط الجانب الأوروبي يعني ربما يعني في الظهر يظهر أن أوروبا هي حليفة للأمريكي ولكن الاستراتيجية الأمريكية تريد تأزيم العلاقات الأوروبية الروسية والوصول بها إلى المواجهة المسلحة والأوروبي يحاول أن يتجنب الوصول إلى هذه المواجهة نعم هو يدعم بالسلاح الجانب الأوكراني هو يحاول أن يتفهم الموقف الأمريكي ولكن لا يريد الدخول في الصراع العسكري الأمني مع الجانب الروسي فهذا يخلط أزمة سياسية خانقة تكلمت منذ حين على الموقف المتذفب لدى الرئيس ماكرون عندما يقول الرئيس ماكرون نحن غير مستعدين لاستعمال السلاح النووي يعني هذه رسالة حقيقية واضحة حتى أن أزعجت الجانب الألماني نحن في تطور هش للسياسات الأوروبية بالمعنى الأمني العسكري وبالمعنى الأمني الاجتماعي وبالمعنى المستقبل الأبتصادي فتتسارع الأحداث وربما كما قلت منذ حين تكون هناك شدة وعنف على المستوى الشارع الأوروبي ونصل إلى تغيرات كما تفضلت بنيوية في الوصول إلى يعني أن تتمكن الأحزاب اليمينية المتطرفة من الوصول إلى الحكم في ألمانيا وفي فرنسا إذا سمحتنا دكتور عماد نريد أن نلقي نظرة على ما يجري في أوروبا في هذه الأيام مشاهدين الكرام الغضب يحتدم ويتوسع بسبب الأزمات المتنامية في بنيان دول الاتحاد الأوروبي فواحد من كل أربعة أوروبيين لا يستطيع تدفئة منزله أو الحصول على كامل وجبات اليوم السلطات الأوروبية في مأزق غير مسبوق وتمضي في تحويل المليارات كأسلحة وأعتدة عسكرية ولوجستية لأوكرانيا أما في الشارع فتظاهرات صاخبة حيث لا يطالب المحتجون بالخبز والكهرباء والتدفئة فقط بل بالانسحاب من مسار العداء لروسيا يرتفع التضخم في أوروبا إلى مستويات غير معهودة ما سبب ضربة قاسية للصناعة والإنتاج وانهيار قدرة المواطنين الشرائية وتراجع الخدمات وشلل مرافق الدولة وتقليص الميزانيات يترافق ذلك مع اعتراف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعز الدولة عن حل جميع مشكلات المواطنين بينما دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الاستعداد للأسوأ كل ذلك يراه البعض تعبيرا عن سقوط أوروبا في الحفرة التي أرادت دفن موسكو بها دكتور عماد الدين أخذ رأيك بهذا العرض الأوروبيون يدفعون ثمن العداء تجاه روسيا الذي هو بالأساس ضمن استراتيجية أمريكية وليست استراتيجية أوروبية لا يوجد عداء لروسيا في الحقيقة أوروبية على الأقل على المستوى أوروبا الجنوبية ووسط أوروبا ربما أوروبا الشمالية دول الشمال المحاذية دول البلطيق والمحاذية لروسيا ربما لديها تخوف أمني من روسيا ربما أيضا بعض الدول الشرقية أوروبا الشرقية مثل بولونيا مثلا لها عداء تاريخي مع روسيا ولكن يعني على الأقل ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا أو البرتغال هذه دول ليست معادية لروسيا ولكن بحكم الهيمة للقرار الأمريكي وبحكم الالتزام الأمني والعسكري مع الجانب الأمريكي والضغط الأمريكي يعني يضطر الأوروبي إلى مسايرة الموقف الأمريكي والدخور ربما في حرب عسكرية وهذا ما ينبه إليه الرئيس إيمانيويل ماكرون يعني لو نلاحظ في كلام الخارجية الفرنسية وكلام الرئيس إيمانيويل ماكرون نلاحظ أنه يحاول أن يمسك العصام من الوسط ولكن هو وسط يعني دقيق جدا ربما حتى يعني الضغوط عليه كبيرة جدا وكثيرة جدا يعني الضغوط اقتصادية من الجانب الأمريكي الضغوط مالية من الجانب الأمريكي فهو يتحاشى على الأقل أن يظهر بأنه ينقض الموقف الأمريكي ولكن واقعا السياسات الأوروبية اليوم هي مرتهنة لدى الجانب الأمريكي وهذا ما وضحه الرئيس بوتين بتدخلاته الرئيس بوتين قال أن روسيا ليست عدوة لأوروبا وأن أوروبا القرار السياسي موجود تحت قبل الحرب في أوكرانيا دكتور عماد الدين الحمروني كان في تباينات أوروبية أمريكية حول العلاقة مع روسيا والأوروبيون كان لديهم علاقات مع روسيا موضوع نورد ستريم 1 وتو التحقيقات الروسية تقول بأن بريطانيا تقف وراء تفجير خط الغاز نورد ستريم وإذا ما تبين للأوروبيون هذه الحقيقة كيف سيكون الوضع بالنسبة للنورد ستريم أيضا جو بايدن كان قال قبل تفجير الخط قبل فترة بأنه لا يريد أن يرى هذا الخط لا يريد أن يرى الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا أكثر من هذا عندما قطع الغاز الأمريكيون باعوه بأربعة أضعاف ما يبيعوه في الأسواق المحلية الأوروبيين وهذا أثار غضب هذه المؤشرات على دفع أوروبا ثمن استراتيجية أمريكية وخيارات أمريكية السؤال دكتور عماد هل الأوروبيين قادة أوروبا قادرين على الخروج من المظلة الأمريكية يعني وأن أيقنوا بأنهم استعملوا في هذه الحرب وأنهم يدفعون ثمنها ولا تدفع ثمنها الولايات المتحدة وهي على أرضهم في عرض أوروبية إلى آخرين لكن هل يملكون الخروج من المظلة الأمريكية بالحقيقة هم لا يستطيعون الخروج من المظلة الأمريكية لأسباب عديدة الولايات المتحدة الأمريكية لها يعني اختراق كبير جداً للمؤسسة السياسية والمؤسسة الاقتصادية وحتى يعني المؤسسة الأمنية يعني الأوروبا خاضعة لكل قرارات الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حرب استراتيجية ضد روسيا ولكن بالأساس ضد الصيد فعندما نتكلم الآن يعني أساسها في أوروبا والعسكريين في أوروبا يتكلمون عن إمكانية استعمال السلاح النووي يعني عندما يكون الحديث الآن هل سيستعمل الرئيس بوتين روسيا السلاح النووي وهل نحن سنستعمل السلاح النووي المضاد بمعنى يعني نفسره بمعنى أن هناك تهيئ لاستعمال السلاح النووي وعندما تتهيئ روسيا يعني عسكرياً وأمنياً لاستعمال السلاح النووي فبالتالي الدول الأوروبية أيضاً تتهيئ لاستعمال السلاح النووي فالمسألة دقيقة جداً نحن بصراع سياسي استراتيجي أمني واقتصادي والضحية ستكون أوروبا يعني الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تضحي بالشعوب الأوروبية من أجل كسر شوكة الصين الشعبية لأن التحليل الأمريكي يقول أنا عندما أقص الجناح الروسي والجناح الإيراني لا يستطيع الصيني أن يتطفق اقتصادياً ومالياً نحو أوروبا ونحو أزريقين دكتور عماد الدين الحمروني الخبير بالجغرافية السياسية في أكاديمية العلوم السياسية في باريس من باريس أشكرك جزيل الشكر شاهدين المساء ينتهت شكراً للمتابعة إلى اللقاء